أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على فتح أفاق أرحب لتعاون مع العملاء وشركاء النجاح وكافة الجهات والمنظمات الفاعلة في صناعة النقل البحرية لتفعيل دور قناة السويس داعم للاستقرار وسلاسل الإبداد وخدمة حركة التجارة العالمية جاء ذلك خلال لقاء الفريق أسامة ربيع مع الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية جاي بلاتين على هامشة فعاليات المؤتمر الدولي لقناة السويس في معرض إكسبو دبي 2020 من جانبه عبر الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية عن تطلعه لتفعيل سبل التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس بتوقيع اتفاقية للتعاون يمكن بمقتضاها تعزيز التواصل ولتنظيم فعاليات مشتركة لمناقشة القضايا المهمة المتعلقة بصناعة النقل البحرية